اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان مملكة البحرين تفخر بابناء الوطن وتمييزهم في مختلف مجالات العمل الوطنية منوها سموه بما تزخر به المملكة من كفاءات فنية اثرت الساحة الثقافية واسهمت في رفض اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه باعمالها الابداعية وانتاجها الفني المميز جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة الفنان خالد عبدالله المحرقي الذي تشرف باهداء سموه لوحة فنية حيث نوها سموه باسهامات الفنان البحريني وما يقدمه من اعمال فنية وابداعية في مختلف المعارض الفنية المحلية والاقليمية والتي تعكس المستوى المتميز الذي وصل اليه قطاع الفنون والثقافة في المملكة لافتا إلى أن تاريخ مملكة البحرين حافل بنتاج المبدعين من أبنائها الفنانين الذين هم محل فخر واعتزاز دائمين لما مثلته جهودهم وأعمالهم من تجسيد لمسيرة التطور الحضري التي شهدتها المملكة على مر العصور من جهته أعرب الفنان خالد عبدالله المحرقي عن شكره وتقديره لما يؤليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم متواصل للفنانين من أبناء البحرين ورعايتهم ما يشكل دافعا لهم لتقديم المزيد من أجل رفعته ونماء المملكة اشتركوا في القناة